اشتركوا في القناة هنتكلم النهاردة في قولة حلقاتنا عن دواعي الحقن المجهري يعني امتى نقول لحالة انتي محتاجة حقن مجهري دواعي الحقن المجهري كتير هنحاول في كل مرة نستعرض داعي من هذه الدواعي نقولها بالتفصيل النهاردة هنتكلم على مشاكل السائل المنوي طيب قبل ما نتكلم على مشاكل السائل المنوي ونقول ايه الوضع بتاع السائل المنوي اللي ما نشوفه نقول محتاجين نعمل حقن مجهري او لأ او فيه فرصة حمل طبيعية خلونا نستعرض الأول هو السائل المانوي الطبيعي بتاعه شكله إيه يعني إيه المعايير الطبيعية للسائل المانوي أول حاجة العدد العدد بالنسبة لنا عشان نحكم على السائل المانوي ده ونقول إن العدد ده عدد طبيعي يكون على أقل من 15 إلى 20 مليون في الملي الواحد طب والحركة الحركة تلت أنواع من الحركة الأمامية والمتوسطة والبطيئة يهميني قوي نسبة اللي بتحرك حركة سريعة يزيد عن من 25 إلى 30% وديت من الحاجات المهمة يعني أنا ممكن يكون عندي نسبة الحركة الإجمالية في السائل المانوي كويسة بس اللي بتحرك حركة سريعة نسبته مش عالية وده يمثل مشكلة كبيرة كمان نسبة الشوهات بنقسها وبنشوف هل نسبة الشوهات الموجودة تعوق نسبة حدوث الحمل بصورة طبيعية ولا تشوهات الموجودة مقبولة وممكن يحصل عليها حمل طبيعي طيب المشاكل هي عبارة عن إيه قبل ما نتكلم عن المشاكل بتاعت السائل المانوي ونقول هي عبارة عن إيه نوضح كده هو إزاي السائل المانوي بتصنع الخصية هي عبارة عن مصنع لتصنيع الحيوانات المانوية مصنع كامل المصنع ده عشان يصنع الحياة المانوية محتاج يليه مادة خام زي مصنع قماش لازم يجيله قطن عشان يطلع القماش بتاعه فالمادة الخام دي عبارة عن الهرمونات اللي جاي من غدة النخامية في المخ فالمخ بيبعت هرمونات من غدا النخيمية للخصية اللي هو المصنع زي ما اتفقنا عشان انتاجه يزيد وعشان يطلع حيوانات منوية طيب يعني احنا كده لو احنا بنقيس تقرير السائل منوي ده انتاج المصنع طب يا ترى انتاج المصنع ده لما بيكون في خلل هو بسبب خلل في التصنيع ولا خلل في المادة الخام دي حاجة مهمة جدا 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 ولذلك لما بيجينا تقرير لسائل منوي في مشكلة في مشكلة في عدد او في حركة او في تشوهات يهمنا كمان نعمل له صورة تحليلات هرمونات لغدا النخيمية عشان نشوف الهرمونات اللي جاية تغزي الخصية عشان تنتج ماشية بشكل كافي ولا فيها خلل فبالوضع ده بنقدر نفرق هل الخلل في التصنيع نفسه كمصنع ولا الخلل في الامداد الهرموني في المادة الخام اللي محتاجها الخصية عشان تصنع طب يفرق معنا في ايه؟ يفرق معنا ان هو لو المشكلة في المادة الخام ده الحالة الوحيدة اللي تستجد العلاج يعني لو احنا قسنا الراجل اللي عنده مشكلة في السائل منوي بتاعه وتحلات الهرمونات وطلعت فيها ضعف ده لما منديله علاج هرموني بيتحس طب لو قسنا الهرمونات وطلعت سليمة او نسبتها عالية والسائل منوي بتاعه ضعيف لا خلاص ده كده مش هيتحس ده انتاجية المصنع بتاعه ده كده العدد ده هيظل معاه بنفس الصورة الحركة دي هتظل بنفس الصورة اه بيحصل انتفاع وانخفاض في معدلات معينة لكن في الاخر ما بيحصلش تغير كبير في الصورة بتاعتنا يعني لو العدد ماشي في افريج مثلا من 10-15 مليون مش هنلاقيه بقى 40 ولا 50 هيبدل متزبزب في هذا الاطار طبعا هنستقبل السلطة بس يعني هنخلي السلطة في النص التاني من الفقرة بتاعتنا في الاول هنحب نتكلم كده عشان نوضح نوصل رسالة كاملة لاي حد بيسمعنا وعنده مشكلة من مشاكل تأخر حمل كده احنا شرحنا يعني سائل منوي عدد وحركة للشهوات قد ايه التصنيع بيتم ازاي هرمونات جاي من غد النخيمية للمصنع اللي هو الخصي عشان ينتج حيونات منوية وفرقنا وقلنا ان لو عندنا ممكن يبقى فيه مشكلتين مشكلة في الامداد الهرموني ودي اللي ممكن تستجيب للعلاج ومشكلة في التصنيع وديت من الحالات التي لا تستجيب للعلاج وهنا هنرجع لأولطة مهمة جدا لما يكون حد عنده مشكلة في السائل منوي ايه دور العلاج الهرموني في تحسين السورة في التسعين لخمسة وعين في المية من حالات اللي عندها مشكلة في السائل منوي دور العلاج ضعيف جدا لا يحسن من اداء السائل منوي ولا يحسن من عدد ولا حرك لزي ما اتفقنا لو هو الهرمونات في جسمه سليمة فالعلاج ملوش اي معنى وهقول لكم على حاجة بسيطة جدا هو اي مريض بيتعامل مع دكتور زكورة وبياخد علاجات هرمونية عبارة عن حقن من غير ما نقول اسامي لو بص في التركيبة الهرمونية للحقن دي هيلاقيها نفس الهرمونات اللي هو عمل تحاليلها وطلع سليمة او كمان في بعض الاحيان طلع عالية عشان كده بنقول ان العلاج الهرموني في حالات ضعف الزكورة وضعف العدد والحركة غير مجدي في 90% من الحالات يمكن اكتر من 90% من الحالات وان الحالات الوحيدة اللي ممكن تستجيب لعلاج الهرموني ويحصل تحسن في اداء الخصية ويحصل زيادة في الانتاج هي الحالات اللي تكون المشكلة في الغدى النخمية في افراز هرمونات اللي هي محفزة للخصية لانتاج الحقن المنوية طيب قررنا ايه لما يجي لنا حالة عندها مشكلة في السائل مانويل سواء في العدد او في الحركة او في التشوهات القرار مبني على مدة قد ايه منتظرين يعني في علم الخصوبة وفي المانويل او التوصيات بتاعت مزام صحة العالمية في اخر مزام صحة العالمية كل 10 سنين بتنزل توصيات يعبار عن دراسة لاخر 10 سنين في اخر دراسة ليها وفي اخر توصيات ليها في 2010 لقيت ان 20% من الازواج اللي عندهم اولاد 3 او 4 اطفال هم عندهم مشاكل في السائل مانويل طبعا اللي يسمعني الوقتي يمكن اتحير شوي يعني في مشكلة يحصل حمل اه طبعا ممكن يحصل حمل بس لما نيجي ننتظر حدوث الحمل الموضوع مش مفتوح عشان كده لما بنيجي ناخد قرار حالة جيالي عندها مشكلة في السائل مانوي اهم السؤال بنسأله احنا بقالنا قد ايه منتظرين بقالنا قد ايه متجوزين لو سنة او اتنين لقنا ننتظر شوي لكن لو وصلنا لتلات سنوات بغض النظر عن نوعية المشكلة اللي معانا سواء ضعف شديد او متوسط او ضعف بسيط خلاص ما صار الطبيعي بقى صعب شوي بنضطر ساعتها نلجأ لوسيلة مساعدة عشان تساعدهم على الحمل وهي الحقن المجهاري فبنقول يا جماع المشاكل السائل المانوي العلاج التقليدي والهرموني ليها غير فعال في اغلب الحالات يمكن لتسعين في المئة من الحالات والطريق البديل هو الحقن المجهاري لكن انتظار لازم ننتظر طبعا لان لو احنا عندنا عشر حالات عشر حالات عندهم مشكلة في السائل المانوي وانتظروا 3 سنوات في 2 منهم او 3 هيحصل لهم حمل بس 8 اللي وصلوا وانتظروا 3 سنوات ولم يحدث حمل خلاص هو المصار بتاعهم هو الحقن المجهاري ولا يجب الانتظار اكثر من ذلك طيب هنتكلم على حاجة تانية برضو كتير او اسمح يقولك انا عندي دوالي او عملت تحليل في مشكلة فروحت للدكتور طلب لي دوبلر بقل ان عندك دوالي برضو الدوالي من الامور الغير مجدية استقصالها يعني لما يكون عندك مشكلة في السائل المانوي ويكون عندك نسبة دوالي وبتيجي تشيل الدوالي دي نسبة التحسن بتاع السائل المانوي مشكوك في امرها شوي يعني نسبة اللي بتحسنه نسبة بسيطة جدا لا تزيد عن 10% بل على العكس فيه كمان نسبة تانية بتقل يعني احنا بنتكلم ان الحالات استقصال الدوالي في مشاكل الزكورة مش بس غير مجدية وغير نافعة ده ممكن تؤتي بأثار عكسية ويحصل ضرر فلو احنا قلنا ان فيه 10 عملوا الدوالي عشان عندهم مشكلة في السائل المانوي هنقول فيه 7 منهم يفضلوا زي ما هم فيه 1 او 2 هيتحسن و1 او 2 ممكن يقل عن ما قبل وفيه حاجة مهمة اي دكتور زكورة بيجي يعمل لعيان عمية الدوالي بيقول له جمد لي عين السائل المانوي هو العيان مش فاهمه بيجمد ليه هو بيجمد لانه ممكن يحصل اثار عكسية واللي حتى العدد القليل اللي هو موجود ده ينتهي ويروح فاللي كان ينفع عامل بيحق ان المجاري ما عادش موجود فعشان كده بيقامل نفسه الطبيب وبيجمد عين السائل المانوي وده زي ما قلنا موضوع الدوالي عليها شوية يعني نقول محذير شوية امتى نعملها نعملها لو هي تعبك انت كمريد بتقول لي تعبني في القعدة في الوقفة وكده ماشي ساعتها ممكن نعملها لكن لو هي مش مستببالك اي اعراض لا ما تشلهاش خلينا زي ما احنا خلينا برضو نقسم مشاكل السائل المانوي لثلاث فئات الفئة الشديدة والفئة المتوسطة والفئة البسيطة الفئة الشديدة اللي هي عبارة عن ايه مشاكل عنيفة دي من اول تحليل ممكن ما ننتظرش حقن مجهاري مباشرة يعني لو عملنا تحليل السائل المانوي وطلع سفر وعدنا لقيناه سفر ده خلاص لا فيه علاج مجدي ولا الانتظار مجدي طيب برضو نفس الكلام لو طلقينا العدد تحت الاثنين مليون مليون اثنين ثلاثة عدناه كذا مرة نفس الارقام ما بيزيدش اقصى حاجة وصل لها خمسة مليون طيب انتظرنا بيه شوية ما حصلش برضو نفس الكلام ده كده بتسميع المشاكل الشديدة والتي تستدعي الحقن المجهاري وعدم التأخير في اللجوء الى الحقن المجهاري طيب المشاكل المتوسطة اللي هو نقدر نقول عدد يتراوح من خمسة لعشرة مليون بدل ما هو خمستاشر الحركة من عشرة لعشرين في المية بدل ما هي خمسة وعشرين وده برضو فيه فرصة حدوث حمل لكن برضو هنرجع ونقول لو قعدنا الثلاث سنوات ولم يحدث حمل فبرضو فرصة الحمل بتبقى ضعيفة شوية طيب ولمشاكل بسيطة المشاكل بسيطة ده يتعوق حمل لو الزوج عندها مشكلة يعني لما تجيلي حالة عندها تكيس والزوج عنده ضعف بسيط في العدد أو في الحركة اللي اتنين مع بعض ممكن ما يساعدوش بعض اللي اتنين مع بعض ممكن يؤدوا الى مشكلة تأخير حمل يمكن هو الواحده مش مشكلة كبيرة ولا هي الواحدها لكن اللي اتنين مع بعض ممكن يؤدوا الى تأخير للحمل طيب مشاكل انعدام للحاوات الملوية لما تجي لك حالة وبتعمله التحليل سائل منه ويطلع النتيجة سفر ما عندوش حيوانات ملوية ده بنتعامل معها ازاي الحالات دي في الحاقن المجهاري التعامل معها ما عادش مشكلة زي زمان لان احنا بنقدر دلوقتي بالتقنية الموجودة نستخلص حيوانات ملوية من داخل خاصة والحيوانات الملوية اللي بنستخلصها دي بنقدر نستخدمها في الحاقن المجهاري ونسبة حمل زوجاتهم على الحاوات الملوية دي تبقى عالية جدا وهنا بنقسم الحالات لنصين في انعدام في الحاوات الملوية لأسباب وظيفية زي ما قلنا المصنع مشغال فدي بناخد عينة ونفحصها ناخد اجزاء من الخصية ونفحصها ونحاول نستخرج منها الحاوات الملوية وفي انعدام في الحاوات الملوية نتيجة انسداد يعني الحبل الملوي الناقل الحاوات الملوية في انسداد وفي الحالة دي ما بنتطرش ناخد عينات من الخصية لا بسحبة إبرة ناخد الحقن المجهري وانا استخدمها في الحقن المجهري وبرضه أرجع وأقول نسب حامل الحالات ديت في الحقن المجهري عالي جدا طيب يعني المشكلة دي ما عادتش عائق في حدوث الحامل لا بس عاوزين نوضح حاجة ان الحالات ديت اللي هي بداخد منها عينة الخصية العائق الوحيد بالنسبة لنا طبعا نتكلم على الانعدام الوظيفي هو الحصول لحقن المجهري فمن كل عشر حالات بنعمل لهم العملية ديت حالات الانعدام ممكن نلاقي في 8 وفي 2 أو 3 لا نوفق في الحصول على حالات منوية لكن الحالتين دولت لو عادوا مرة تانية بعد 6 أشهر قد نوفق في المرة التالية لكن ما قدموش طريق تاني يعني ما فيش أي مجال ولا طريق تاني العلاج جير مجدي الدوالي لن تفيد وهو طريق الوحيد المتاح له هو السعي وراء طريق الحقن المجهري عشان الحصول على طفل أو حدوث الحمل هنتكلم دلوقتي بقى كمان على مشكلة تانية بقى طيب أنا عملت تحليل سعي المانوي وطلع سليم عدت وطلع سليم انتظرنا 3 سنوات ومراتي سليمة ولم يحدث حمل ده أقدر أقول بنسبة 100% أننا ما عنديش مشكلة في السعي المانوي الإجابة لأ في حاجات أخرى في السعي المانوي غير العدو الحركة وتشوهات قد نلجأ ليه تحاليلها لو حصل تأخر للحامل وكل شيء سليم يعني الزوجة سليمة وكل حاجة سليمة زي جودة الدين في الحياة المانوية قد يحدث خلل في تركيبة الدين داخل الحياة المانوية والخلل ده لما جم أسوه لقوه صنفوه 3 فئات الخلل لو زاد عن 30% دي مشكلة كبيرة جدا يعني لو قسنا نسبة الخلل في الدين نيه في الحياة المانوية عند الزوج حتى لو حياته السعي المانو بتاعه سليم وكل حاجة عنده سليمة وطلعت نسبة الخلل أزيد من 30% دي مشكلة كبيرة جدا تعوق حدوث الحملة الطبيعي وإن حصل حمل بيحصل إجهاد بصورة كبيرة والمشكلة بتاعت الدين نيه ديت كمان بخلاف إن هي تسبب تأخر في حدوث الحمل كمان لو حصل حمل بيحصل إجهاد فهي برضو من ضمن أسباب الإجهاد المتكرر طب النسبة الطبيعية كام يطلع الخلل تحت الـ 14% يعني الطبيعي لما نقيس لواحد نسبة الخلل في الدين إيه إنه يطلع تحت الـ 14% لكن لو زاد عن كده من 14% لـ 30% بنقول غير مفضل أو غير مستحب فوق 30% بنقول إن دي نسبة خلل شديدة شوية قد تكون عائق في حدوث الحمل الطبيعي والمفاجأة وكمان في الحقم المجهاري وما لحنا في الحقن المجهاري الحالات دي بنعمل لها إيه؟ الحالات دي لما بنقيس نسبة الخلل في الدين إيه واللي إيه مرتفع نتكلم عن الدين إيه بتاع الحالات المنوية لو عملنا لهم الحقن المجهاري بالطريقة التقليدية وأخذنا العينة بالطريقة التقليدية نسبة الحمل تكون ضيفة جداً ونسبة الإجهاد حتى لو حاصل حامل بتتفع جدا طيب الحل إيه؟ العلم قال لك أن أنت عشان تعمل حق نمجهاري في الحالات دي لازم تاخد الحيوان المنوي بسحبة إبرة من داخل الخصية ليه؟ إش معنى؟ لأن الحيوان المنوي اللي جوا الخصية ما عندوش نفس المشكلة دي يمكن المشكلة دي بتحصل أثناء خروج الحيوان المنوي في الحبل الناقل وتعرضه لبعض المواد وتعرضه لرحلة الإجهاد الطويلة أو بل ما بيخرج مرحلة القصف والخروج والكلام دا كله الحالة المنوية بيستهلك فبتبقى جودة دي بتاعته ضعيفة ولذلك الحل في الحالات دي أن أنت بتاخده من المصدر من المنبع فبتاخد الحالة المنوية بسحبة إبرة بإبرة من داخل خصية وتستخدمها في الحقن المجهاري ونسبة حامل الحالات دي بتاعته جدا ونسبة الإجهاد بتقل جدا هذكركم عشان فضلنا خلاص ديئة ونختم الحلقة بتاعتنا النهاردة أولا البحث وراء العلاج لحالات ضعف السائل المنوي مشروط بمدة يعني لو إحنا عندنا مشكلة في السائل المنوي التحسن بالعلاج نسبته ضعيفة جدا عابب تنتظر انتظر بس مدة أقصها ثلاث سنوات بعد الثلاث سنوات دولت مفيش أي مجال للانتظار ومفيش أي فايدة في الانتظار عندك مشكلة في السائل المنوي بأي درجة من الدرجات وعدنا ثلاث سنوات ولم يحدث حامل على طول حقن مجهاري طب لو مشكلة كبيرة زي ما قلنا انعدام في السائل المنوي أو ضعف كبير في العدد أو في الحركة لا دي بقى لا ينطبق عليها كمان الثلاث سنوات لا دي مباشرة هنعمل حقن مجهاري خلصت حلقتنا النهاردة هنتقابل إن شاء الله السبت الجاي في نفس المعاد أشبكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته